اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضفي في الفقرة قبل الاخيرة في مباراة الدور التمهيد الثاني في دوري ابطال افريقيا مباراة الذهاب وفوز النادي الاهلي في هذه المباراة على فريق اطلع بره من جنوب السودان بربعية مقابل لشيء خلوني ارحب خبرنا التحكيمي كابتن ايمن ديجيش نشوف بقى النهاردة الحالات التحكمية الموجودة في هذه المباراة كابتن ايمن continue مبروك النادي الاهلي لكنعايز اخد رأيه حضرتك في تقم التحكيم النهاردة والله طبعا مدهنك كابتن Iralem النادي الاهلي سهل مباراة على الحاكم يعنم باراة بالنسبة لي ان ظهرrates تحكيم حكيم لما بتيحتد درجة الصعوبة المباراة فتيحن تضع درجة الصعوبة المباراة درجة الصعوبة المباراة تتبيع سهله مباراة سهله في صعبة وفي صعبة جددا وفي متوسطة المباراة دي تعتبر مباراة مبارسة للحكم. أيه. لو جينا بقى رحنا للتكييم التحكيمي للحكم براين ميرو هو حكم احنا لاحزنا يعني هو حكم متوسط المستوى كابتن الإسلام. أيه. يعني ليه حد معين ان انت تلعبه في أدوار معينة وفي مباراة معينة. وشكرا. آه يعني هو حدوده في أدوار معينة. وكمان حتى لو أدوار معينة يعني مثلا لو جينا في الدور الاتنين وتتين. كوة المباراة لازم الحكم ده يعني ليه مستوى معين في درجة صعوبة المباراة. لأن لو لاحزنا النهاردة المباراة سهلة. ما ظهرتش. هو فيه حاجات عنده طبعا كتير جدا. آآ عنده تحركات التحركات ما تتحركش بصورة صحيحة. ويمكن هو فيه كان هاجم للنادي الاهلي. ودي كان من ضمن التعديلات اللي هي جات فيه. وبعدين عمل. طبع التعديلات كما يجب بالنسبة للتعديلات الجديدة. أنه لما بتيجي الحكم بتعمل اسقاط لللاعب اللي هو كان مستحوز أو الفريق اللي كان مستحوز على الفريق. والله أنا هنحير لعبة الأهلي معنا ولعبة اللي بتلعب في الفريق. النهاردة بيلعبه بقانون. يوم السابت هلعب قانون قديم. لأن هي. في دوري كاس مصر. بالزبط كنت نسلم. في دوري كاس مصر. في بطولة كاس مصر. يعني ده كلام مزبوط. ودبعا لازم اللعبة تبعى عارفة الكلام ده كويس. علشان الفطرة بين المباراة قليل. بالزبط كده. لأن أي بطولة أي تعديلات بتنزل بدأه. يعني ننزلنا من أي بطولة من واحد ستة. لكن أي بطولة بدأت قبل المعاد التعديلات بتنزلها. بتستمر بنفس تعديلات القديمة. فهو في كاس مصر يوم 17 8 المباراة ستكون بتعديلات القديمة القديمة طبعا التعديلات القديمة voilà القانون القديمة القانون القديم على التعديلات المهنسبة بالقديم ستتسلح على الدورة الكديدة على الدور الجديد كما تنفسد Какما تنفسد أو كما تظ Ancient حكم episode الحكم علي إفراجات الحظ هي تقلبي المتوسطة لأنه لاحظنا هو حتى هو بيتحرك في الدايرة أولاً بيبقى موجود في الدايرة الدايرة دي هو المطش بيني وبينك كله وهو كمان حتى لما بتيجي هجمة في السرعات معندو السرعات لكن يمكن المشاهد العادي ما زهر لهش الكلام دوا لسهولة المباراة إنما هو في العاب كتير بيبقى بعيد يعني احتسب ركل الجزاء طبعاً صحيحة أنا طلعت قلت لك أنت تخضيت قلت لك مش جوء مش دار بالجزاء أنا لقيتك أنا مش شايفك ما تبقى من شكل الجزاء ببص مين لقيتك بطبع عكسك بص طبعاً احتسب ركل الجزاء الفنيات طبعاً في بعض العكوبات الإدارية يعني ما دهاش يعني هو عنده مثلاً لو قلنا الحكم برضو في بداية المباراة لسهل ممكن تدي انذار يعني في المباراة الليلة بتبقى صعبة تديه النهاردة ما ظهرتش لو مداش النهاردة ما داش انذار بس ما ظهرش تأثيره قوي لان المباراة يعتبر من طرف النهاردة الأهلي أكتر بالظبط فيه انذار مستحق لعمر السولية في الديئة 47 سنية في بداية المباراة لو تفتكر ده كان انذار وجوبي يعني كان فيه تهور لعمر السولية لعمر السولية كان فيه داك لا لا اللي صالحه يعني ما داش اللعيب فيه انذار بس يعني انما الأمور مشت فيه كمان في التعديلات عشان برضو نوضح للجماهير في تنفيذ ركلة الجزاء ان في التعديلات ان الحارس على الأقل يبقى ليه رجل على خط المرمى فالحارس في ركلة الجزاء والحارس طبعا ما عندناش مش موجودة عندنا الألعاب يعني الحارس تقدم تقدم خالص يعني فطبعا الكرة جات هدف انما لو كانت الكرة طلع ببرة أو الصد كان يجب عليه انه يعيد يعيد هذه الركلة طبقا للتعديلات التعديلات الجديدة اه في العموم هو نجح في المباراة ولكن هو عنده حكات كتير زي ما تكرت الإسلام ليه ماتشات معينة ما تقدرش تعتمد عليه في مباراة يعني تكون فيها قوة كبيرة يعني من المساعدين الحكام؟ المساعدين طبعا المساعد الأولاني إلى حد ما كويس لكن هم هو يمكن عنده شوية وزن وبين يا بين عليه عنده وزن زيادة ما ربما تتكلمش في الوزن يا كبت شوية تقول عمرك كده ما أنا لازم أتكلم دعا عنده وزن زيادة شوية كان عنده تسلول بس خطأ عشار طبعا تسلولك زي ما قلت لك قبل ما بنبتدي إن الماتش كان فيه تسلولات فيه منشات لما بتبقى قريبة ممكن تلاقي في المباراة كلها لعبتين ما تلاقيش النهار دا اللاحيزنا كان فيه كتير جدا طريقة اللعبة أو تسلول هو عنده 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 يمكن المساعد الأول عنده تسلول صحيح عنده تسلولين صحيح ممكن يبقى عنده لعبة يعني مش عندنا مش هنعرف نجيبها يعني إلى حد ما كويس طبعا المساعد الثاني هو جات له ألعاب أكتر ولكن ظهر لنا أنه هو أقل في المستوى كان فيه تسلولين يمكن كان عندنا تسلول في الديئة ستة أربعين سانية كانت لعلي معلول في بداية المباراة نذكره كانت اللعبة صحيحة ما فيهاش تسلول وأشار على بعض تسلولات وعنده تسلول خطأ كمان في الديئة سبع وعشرين تلاتين وأشار على تسلولات صحيحة بس صحيحة كانت واضحة جدا كان فيها فرق كبير هدف أزارو هدف أزارو طبعا الكرة فعلا ما دخلتش هو كمل ولكن هو عنده الكرة كان بيطالب أزارو كان عايز هدف من حلوة اللعبة لأنها لعبة طبعا حلوة طبعا كبرة خالص واضحة جدا ولكن هو كان عنده لعبة كابتن إسلام المساعد الثاني غريبة جدا لعبة حسين الشحات استخلص الكرة من مدافع ما كانتش أجمع مرتدة ولا حاجة هو حسين استخلص الكرة وعدة وعملها بالعرض الكرة بعيدة عن الخط بمسافة كبيرة جدا يعني أنت مش على الخط هو كمان كان بعيد جدا يعني زي ما تقول دي لحظة سرحان لأن اللعبة لما مرتدة قولك أنت ما معرفتش ما الحيتش توصل لكن لو افتكرنا كرة حسين الشحات استخلص الكرة وكان فيه وقت وكانت يعني برة 18 ففي اللحظة دي هو تقريبا ما تحركش خالص لما حسين الشحات كمل هو ما تحركش أو تحرك بهدوء قوي لما لاحظنا بتتلعب الكرة كان هو بعيد وشاور على لعبة صعبة جدا أنت كمساعد تساور عليها لأنني كانت مفهاش ولا على الخط ولا يعني قريبا من الخط كان فيها مسافة كبيرة يعني يعني بس بس كده تدينه كم من 10 أطق بالتحكيمة كبت يعني يعني هو طب مش يزيد عن يعني لو قلنا مثلا المساعد اللي هو الأولاني ممكن أدينه تمانية المساعد التاني يعني سبعة الحاكم برضو أدينه سبعة برضو المساعد أقول لك المباراة سهلة ولكن هو كبير ومباراة ما تكونش فيها يعني تلعب مثلا فرقتين فيها فرقتين تؤلي يعني كان هيزر كان هيزر عنده مشاكل كتير عيوب كتير كتير جدا يجب بقى التحديل أفريكي طبعا بقى زي ما قلتلك الأدوار ديت بيدو بيدو فرص للناس اللي ممكن ما تلعبش في الأدوار الجاية كابتن الإسلامي يعني بيدو حكام الفرص في الأدوار أنت بتتكلم في دور ال64 ودور ال32 بعد كده بتخش انت في دور المجموعات القصة بتبقى صعبة أن انت تقدر تدي حكم في مبراز كده يعني في المجميع عموما نتمنى يا رب الفترة اللي جاية المباراة دي زي ما حالك بتقول مباراة سهلة ها طبعا ها حتى كل هما بيتطعب الحكام اللي زي ما قلتلك في البداية برضو اللي مش مصنفة الحكام اللي بيديهم فرصة اللي بيلعبش كتير بالنسبة لهم بيجراء و بيشوفوا اللي بيمشي منهم ممكن يمشي يعني ممكن يظهر لك حكم ما يكونش بيلعب لظروف معينة أو هو ما بيلعبش لكن بصراع الحكم ده يعني أعتقد أنه ليه حدود معينة في اللعبية كل التوفيير نادي الأهلي و أهم أن요 بقى لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي خلال الفترة القادمة أو الأدوار اللي جاية هتبقى أصعب و أصعب غداlig بداية من دور ال-16 إن شاء الله نادي الأهلي إن شاء الله يستطيع أن يصل إلى دور ال-16 وال-8 والأدوار التالية إن شاء الله و اشكرك شكرا جزيلا أنا كابتن أيمين على وجودك معنا إن شاء الله نلطقي في المبارات القادمة شكرا جزيلا كل سنوحيك طيب حنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل فقرتنا الأخيرة في هذه المباراة مباراة نادي الأهلي ونادي اطلع برة من جنوب السودان بعد هذا الفاصل دكتور أحمد سابت